مفادونا إبراهيم حسناوي ينضم إلينا مباشرة في هذا الأثناء من نيامي إبراهيم يعني من الواضح أنه تصريحات ماكرون أثارت غضب واستفزاز في الشارع النيجري ما الذي يتم التحضير له خلال الساعات المقبلة؟ كيف رصدت الوضع؟ بالفعل تصريحات ماكرون وتمسك فرنسا برفض سحب سفيرها من النيجر أثارت غضبا واسعا لدى الأوساط الشعبية هنا في النيجر ولدى الناشطين الدعمين للمجلس العسكري الحاكم هناك دعوات كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام تدعو إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية الشعبية هناك دعوات خلال 48 ساعة أو أقل من ذلك إلى التوجه إلى السفارة الفرنسية ومحاصرتها بشكل مفتوح حتى ينسحب السفير والديبلوماسيون الفرنسيون الموجودون هنا في العاصمة نيامي لأنهم يقولون بأن رفض فرنسا سحب سفيرها امتثالا لأوامر المجلس العسكري الحاكم هو اعتداء على سيادة البلاد التي لها الحق في إبداء رغبتها في أن هذا السفير أو ذاك غير مرغوب فيه في البلاد وبالتالي فإنهم يرون أن الخطوات الفرنسية أو الرفض الفرنسي هو مساس مباشر بسيادة النيجر هناك أيضا دعوات أخرى بتصعيد الحركة الاحتجاجية باتجاه القاعدة العسكرية الفرنسية ربما نشهد نهاية هذا الأسبوع مسيرة مليونية كما يقول الناشطون هنا باتجاه القاعدة العسكرية الفرنسية ومحاصرتها أيضا يقولون بأنهم سينظمون تجمعا أو اعتصاما مفتوحا لإجبار الجنود الفرنسيين على المغادرة ويدعون أيضا المجلس العسكري الحاكم إلى قطع إمدادات الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية عن الجنود الفرنسيين من أجل دفعهم إلى المغادرة إذن هي حركة تصعيدية احتجاجية باتت من أهم الأوراق التي يلعبها المجلس العسكري الحاكم خاصة وسط التحدث بعض المصادر بأن المجلس العسكري قد لا يكون من صالح تصعيد العسكري مع فرنسا خاصة وسط المخاوف المتزايدة بشأن ربما تكون هناك بعض الأعمال العسكرية من الجانب الفرنسي في حال أقدمت السلطات هنا في النيجر على اعتقال أو استخدام القوى ضد السفير الفرنسي إبراهيم حسناوي موفدنا إلى نيامي شكرا جزيلا لك